لكن نروح لزملتنا هبة الليسي النهاردة واتكون معنا في موجز الأنباء هنتابع هبة وعود مرة أخرى لكم أنا وزملائي وزملاتي العزيزات راني علوي وشيماء كردي في هذه التقطية مصر تقرر لكن دلوقتي هروح لهبة الليسي وآخر الأنباء أهلا بكم في موجز التاسعة صباحا بدأت في تمام التاسعة صباحا جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وذلك في أربع عشرة محافظة هي الجيزة والفيون وبنسويف وأسيوت والمينيا والوادي الجديد وسهاج وقنة والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسمة روحة وتستمر الانتخابات داخل مصر اليوم وغدا بينما ينتهي تصويت المصريين بالخارج اليوم ويقدر عدد الناخبين في المرحلة الأولى بـ 27 مليون بينما يتنافس على النظام الفردي 418 مرشحا للفوز بـ 209 مقاعد وذلك بعد فوز أربعة مرشحين من الجولة الأولى التصويت بدأ من التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء يتخللها ساعة للراحة من الساعة الثانية والنصف زهرا وحتى الثالثة والنصف يأتي ذلك بالإضافة إلى وقف إجراء الإعادة في أربع دوائر تنفيذا للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري وهي دوائر مركز بنسويف ولديها ثلاثة مقاعد ومركز الوسطى بمحافظة بنسويف ولديها مقعدان ومركز دامونهور بالبحيرة وتضم أربعة مقاعد ودائرة الرمل بالإسكندرية وتضم أربعة مقاعد وبذلك يكون إجمالي المقاعد المخصصة للأربع دوائر 13 مقعدا هذا وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس الأول أنها سوف تعلن في وقت لاحق عن مواعد إجراء الانتخابات في الدوائر الأربعة محل الأحكام القضائية وبذلك تجرى جولة الإعادة في تسعة وتسعين دائرة فقط من أصل مئة وثلاث دوائر في حين تم حسم ستون مقعدا بنظام القائمة فازت بها قائمة في حب مصر بقطعي استعيد بنسبة ثلاثة وخمسين فاصل خمسة بالمئة وغرب الدلتة بنسبة ثمانية وخمسين فاصل ثمانية وثلاثين بالمئة ومن الناحية الأمنية أكد مصدر أمني رفيع المستوى بغرفة عمليات وزارة الداخلية انتظام الخدمات الأمنية بجميع اللجان والمقاربات والمقاربات الانتخابية بالمحافظات الأربعة عشر التي ستجرى بها جولة الإعادة من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وأضاف المصدر الأمنية أن القوات المكلفة بتأمين اللجان والمقاربات الانتخابية بدأت التمركز بأماكن خدماتها أمام اللجان لتأمينها منذ الخامسة صباحا وذلك لتنفيذ توجيهات اللواء مجد عبدالغفار وزير الداخلية أما وزارة الصحة فقد أعلنت من جانبها خطة للطوارئ استعدادا لجولة الانتخابات الإعادة في أربع عشر محافظة وأضافت غرفة الأزمات بوزارة الصحة في بيان لها أن خطة الوزارة تتمثل في تمركز ما يقرب من ثلاث آلاف سيارة إسعاف حول مقار لجان الانتخابية مشيرة إلى أنه تم إلغاء جميع الأجازات للفرق الطبية والعملية بالمستشفيات طوال فترة الانتخابات البرلمانية وأوضحت غرفة الأزمات بوزارة الصحة أنها منعقدة على مدى الأربع وعشرين ساعة مع وجود مسؤول متخصص من الإسعاف والرعاية الحرجة على مدى اليوم كما أنه تم تحديد المستشفيات العامة والمركزية في المحافظات وتكثيف الفرق الطبية في أقسام الرعاية الحرجة والطوارئ مع تواجد الفنيين وجميع العاملين بالمستشفيات وفي سياق المفتصل أتأكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات أن جولة الإعادة من انتخابات المصريين في الخارج التي أجريت في 139 سفارة كانت منتظمة أمس في يومها الأول ولم تتلقى غرفة العمليات أي شكاوة وقال أنه تم اختار السفارات المصرية بقرار لجنة العليا للانتخابات بوقف إجراءات الإعادة لنظام الفردي في دوائر مركز ومدينة دمنهور والرمل والوسطى وبندر ومركز بني سويفر وكانت أول دولة تبدأ بها جولة الإعادة هي دولة نيوزلندا حيث بدأ التصويت بها في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة مساء أمس الأول الأحد وانتهى في العاشرة من صباح أمس الأثنين وذلك نظرا لفرق التوقيت الكبير بين مصر ونيوزلندا وأشار إلى أن اللجنة العليا تتابع عملية التصويت في جميع الدول أولا بأول عن طريق الفيديو كونفرنس ومن جانبه قال اللواء حمزي لوزا نائب وزير الخارجية المسؤول عن انتخابات المصريين بالخارج أن تصويت المصريين في السفارات بالخارج بدأ في موعده المحدد حسب التوقيت كل دولة موضحا أن المؤشرات الأولية تشير إلى عشرة آلاف أدلوا بأصواتهم في سفاراتنا بالخارج حتى الآن وأضاف حمزي لوزا في تصريحات صحفية أن التصويت سيتزايد في اليوم الثاني نظرا لأن أمس يوم عمل هذا وكشف السفير خالد ثروت سفير مصر في الأردن أن انتخابات جولة الإعادة في يومها الأول مرت بشكل مستقر مشيرا إلى أن الإقبال في الصباح كان ضعيفا وازداد بعض الظهر مع انتهاء يوم العمل وأضاف ثروت أن عدد الناخبين في اليوم الأول من جولة الإعادة كان 700 ناخب حيث أن الجولة الأولى شارك بها 945 ناخبا وأشار ثروت إلى أنه من الصعب التكاهم برقم ونسبة المشاركة وبعيدا عن الانتخابات غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة خارجية تشمل كل من دول الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند ومملكة البحرين ومن المقرر أن يبدأ رئيس الجمهورية جولته الخارجية بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعة التشاور والتنصيق المستمر بين البلدين الشقيقين وستركز مباحثات الرئيس في الإمارات على سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعاد بما يعزز من مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين وسوف يتوجه الرئيس عقب زيارة الإمارات إلى الهند للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى الهند إفريقيا تقديرا للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مصر والهند واهتمام البلدين بتنميتها والبناء عليها من أجل تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين إلى هنا انتهى موجزنا الإخباري خدمة إخبارية على رأس كل ساعة إلى اللقاء شكرا لي زميلة هيبا ليثيا على هذا الموجز سنستمر مع حضركم